أعلنت السلطات الإسرائيلي أنه لن يكون هناك توقف لإطلاق النار في غزة أو إطلاق صراح رهائن محتجزين قبل غد الجمعة وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إن المفاوضات من أجل إطلاق صراح الرهائن مستمرة دون توقف ويقضي اتفاق الهدنة بوقف القتال لأربعة أيام لسامح بإطلاق صراح 50 رهينة محتجزة في غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا في السجون الإسرائيلية بعد 48 يوما من الحرب على قطاع غزة وقبل ساعات من بدء هدنة إنسانية كان يفترض أن تدخل حيز التنفيذ أعلنت السلطات الإسرائيلية أنه لن يكون هناك توقف للقتال أو إطلاق لصراح رهائن محتجزين في غزة قبل يوم غد الجمعة ووفقا لمستشار الأمن القومي الإسرائيلي فإن المفاوضات من أجل إطلاق صراح الإسرائيليين مستمرة دون توقف معلنا أن الإفراج عن الرهائن لن يبدأ قبل الجمعة دون تقديم أي تفسيرات ويأتي هذا الإعلان بعدما توصلت إسرائيل وحماس لاتفاق على هدنة يتم خلالها إطلاق صراح رهائن تحتجزهم حماس وأسرى مسجونين في إسرائيل ويقضي اتفاق الهدنة إلى وقف القتال أربعة أيام للسماح بإطلاق صراح خمسين رهين محتجزة في غزة بينهم أطفال ونساء مقابل الإفراج عن مائة وخمسين فلسطينيا في السجون الإسرائيلية وكذلك دخول مساعدات إنسانية تضم مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة ويشكل الاتفاق على هدنة مؤقتة بين إسرائيل وحماس بوساطة مصرية قطرية أمريكية نقطة مفصلية في الحرب المتوصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي والتي أدت إلى استشهاد أكثر من أربعة عشر ألف فلسطينية وما يزيد على خمسة وسلاسين ألف جريحة